ليه ده حصل؟ ليه هو ما بينامش كويس؟ ليه؟ لأن تكرار الأمر سيسبب إزعاج حقيقي للطفل وهيبقى الموضوع بقى لقصار تانية وممكن تلاقي أن الطفل يحصل في يعني معاناة من نوع آخر يعني يكمل بقى مثلا في الغضب وفي نوبات الغضب وفي عدم الحماس المشاركة في الأنشطة وهكذا في حين إن إحنا لو اكتشفنا الموضوع ممكن نلاقي الموضوع بسيط خالد على فكرة أحيانا الأطفال بتخاف من بعض الألعاب يعني خصوصا الكبيرة الحجمة يعني عارفين الدباديب والحاجات الكبيرة دي إحنا بنبقى أحيانا نجيبها نقول إيه نحطها في قط الطفل عشان تبقى القوضة الطفولية لو الطفل خاف منها جدا عارفين شبه إيه شبه لما نروح مثلا مكان ويتلاقوا فيه مثلا عيد ميلاد والعيد ميلاد ده جايبين ناس ليهم كل الاحترام طبعا اللي هما بيلبسوا الكاركترات ده اللي هما يلبسوا حاجات وفي افتتاح المحلات أو مش عارف إيه بتاع فيه أطفال بتخاف من الموضوع ده جدا جدا يتخاف لدرجة التوتر ده يعني عكس نهم يخافوا يناموا صحي كده؟ فلابد عند ملاحظة علامات عدم استقرار نوم الطفل ليلا يعني لابد من معرفة السبب لا نترك الأم ما نقولش إيه ده يوم معدة لأ لازم نفهم بقى وفيه إيه نفحص كده غرفة مكان نوم الطفل نسأل الطفل لو عمره يسمح طبعا بالحوار إيه إيه إنت ليه لقلقت إيه اللي قالك فيه أطفال بتقول على فكرة وفيه أطفال تانية ما بتقولش أو ما بتعرفش تعبر اشتركوا في القناة